معنا على التليفون دكتور رمضان أبو العيلة أستاذ هندسة البترول وخبير البترول الدولي أهلا بك يا دكتور رمضان أهلا بك يا سيدوش أهلا بحضرتك أهلا بسياتك فندم دكتور رمضان يمكن الناس هتبدأ تفكر فيه كلمة فخامة الرئيس على إزاي الدولة كان بتخسر من 19 مليار كل سنة بسبب أن البنية التحتية عندنا كانت غير مجهزة غير ملائمة تتسبب في خسائر الناس بتتساءل إزاي كان ممكن الطاقة وعدم الاستخدام السليم لها يؤدي إلى هذه الخسائر أو هذا الهدر المالي المهول هو الحقيقة طبعا أستاذ يوسف معاك يا دكتور أنا سوف أزيدك من الشعر بيتا مصر عندما تنظم فعاليات دولية بتؤكد من خلالها من خلال الفعاليات والمحاور أنها تنظمها في شكل استكمال أهداف محددة فعلى سبيل المثال لما نظمنا المؤتمر العالمي للمناخ كاب 27 عملنا منصة خاصة لصناعة البترول والغاز على مائدة قمة المناخ وخصصنا يوم لمناقشة خفض الكربون والضرورة الملحة في التحول للطاقة النظيفة ومصر ملتدمة جدا بهذه الخصوص وعشان أثبت أن هناك استراتيجية واضحة وتكامل في الفعاليات التي بتنظمها مصر احنا غيرنا مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إلى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ليه؟ لأنه احتياجات العالم من الطاقة لن تقتصر على الوقود الأحفوري بل يجب لأنه ثروات نطبة هناك توجيه عالمي للاتجاه نحو الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة دي بتستوجب توفير استثمارات ضخمة جدا أيضا في نفس السياق جاء في عنوان في المؤتمر عن فعالية الحوار الافريقي للطاقة لمناقشة إمكانية أن تكون للقارة الافريقية مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لاستكمال ما طرحته مصر برضو في مؤتمر المناخ أنا بعمل تكامل من اللي بعرضه في مؤتمر المناخ مع مؤتمر إيجيبس 20-24 وأشار سيادة الرئيس في مؤتمر المناخ لضرورة الالتزام الأخلاقي للدول الصناعية الكبرى لمساعدة الدول الافريقية اللي تعرضت الحقيقة لاختار انبعاثات ضرة مع أنها أقل القارات المستهلكة للوقود الأحفوري وعشان كده برضو نظمنا ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ ليكون منصة عالمية للشركات لعرض حلولها لخفض الكربون إذن مصر ماشي باستراتيجية واضحة الحقيقة بتعمل إنتجريشن أو تكامل بين الفعاليات اللي بتنظمها وإشارة سيادة الرئيس طبعا واضحة جدا أنه يجب على الدول الصناعية والدول الغنية التي تسبب الأضرار بشكل مباشر أن طرع الدول الافريقية يحدد حضرتك مثال واحد مصر بتستهلك 3 كواتريليون وحدة حرارية أمريكا لوحدها بتستهلك 100 كواتريليون وحدة حرارية بريطانية يعني إحنا مش بنسبب أي نوع من التلوث ومع ذلك التلوث بيجلنا وإحنا اللي بنحاول نتصداله بإمكانياتنا المتوضعة ده معناه أنه مثلا أمريكا بتستهلك قدي 33 ضعف ده أمريكا بس خد بقى الصين برضو أمريكا والصين والهند والهند طبعا أكثر الدول الأوروبة طبعا بتستهلك كميات كبيرة جدا أنا أعطيت بس مثال سارخ قدي مصر بتسبب أضرار بسيطة ومع ذلك هي ملتزمة جدا المحامضة على المناخ طب في رأيك يا دكتور هذه الدول التي تتسبب بالضرر الأكبر لماذا لا تقوم بتنفيذ تعهدتها يعني ليه دايما طول الوقت فيه مناورة وتموص من تنفيذ هذه المعاهدات ده كلام حضرتك مهم جدا كل دولة تبحث عن مصالحها وأهدافها على سبيل المثال في مؤتمر جلاسجو التزمت فرنسا بتوقف الزيادة في المحطات النووية مع أزمة أوكرانيا رجعت كل المحطات النووية ألمانيا كانت توقفت عن استخدام الفحم الحجري لأنه أكبر المشتقات البترولية تسببا في الانبعاثات الضارة بعد الحرب الروسية الإكرانية رجعت ألمانيا تستخدم الفحم الحجري مرة أخرى إذن الدول بتبحث عن مصلحتها بأي وسيلة وبأي شكل دون النظر وعشان كده يعني أشرت أن ده التزام أخلاقي ونادرا ما تستجيب الدول لهذه الالتزامات الأخلاقية وإحنا شايفين إيه اللي بيحصل دلوقتي في غزة وما فيش أي التزام أخلاقي للأسف الشديد أنا بشكرك جدا دكتور رمضان أبو العلا وأستاذ هندسة البترول وخبير البترول الدولي